كوريا الشمالية رحتي لها أكثر من مرة هل في مشاكل واجهة تشهناك؟ لا يعني كمشاكل أن أحد يأذيني قصدك أن أحد يتعرض لي لا ما قد أحد يتعرض لأن الدولة لها نظام معروف لكن الزيارات طبعاً لأنا سويتها يمكن في الزيارة الأخيرة اللي حسيت فيها أشياء كانت شوية غريبة بس الزيارات لا يعني تشوف كتعرض كخطورة كأحد يأخذ منك شيء لا ما تلقاها الشيء في كوريا بس في أشياء ثانية يكيد تتعرض لها مثلا آخر سفرة أنا جدمه رحلتي ليلة قبل المجموعة اللي أنا بروح معها ما كنت أدري أنا عبالي يعني حتى ما قالوا لي أنت رأي أنت بجدمين يوم قبل إمزل ليش بجدم يوم قبل إمزل مجموعة يعني أنا دافع حق التور ليش نديد ليلة ببلاش فقد قلت أوكي يلا ببلاش منحظي خلا روح أستانس يوم كذلك كذلك فحسيت يعني حتى القايد اللي كانت معاي كانت تأخذ يعني كانت تسألني أسئلة مو أسئلة مرشد سياحي أسئلة شخصية هي عارفة أنا وين أشتغل شنو أسوي وين أروح وين أي تابت أخذ مني معلومات معينة تابت تشوف الصوري معنانا عمري ما يعني على ثلاث رحلات ما قلت أحد مسك كاميرتي قال لي خنشوف الكاميرا وشنو التصوير اللي فيها وهذا فهذه يمكن من الأشياء اللي أنا صارتلي شوية غريبة في آخر رحلة بس الرحلات اللي قبل لا ما صارت مشكلة سمعتني في مشكلة صارت في كوريا الشمالية شنو مشكلة تذكرني أنا وائد ترى أشياء ما أدري دعا في أشياء يعني ما أدري بمصدري أعطاني معلومات غلط إن وحقني شنو شنو تبي وأنا أقول لك شنو سامع أنا لا أقدر أقول لا أروح مرة ثانية بعد أقول شذيب ما يدخلوني أنا أردت المعلومة أقول هذي وين شون هذي الصالفة ما أقدر أقول بروح مرة ثانية إذا قلت ألهم ما هذا الشذيرة هذي ما أقدر أقولها فرح يسويوا لي قصة مصدجة كنت أنا ما قلتها ولا فلا فلا توهق لي الرحلة الثالثة وهي كانت الأساس اللي خلاني أكرر رحلاتي وكنت أنطرة من 2014 اللي أهو الاحتفالية الماس جيمز اللي هي الاحتفالية الرياضية أو مثل الأولمبيات فالطريقة اللي يسويون فيها هما طبعا عندهم التيفو اللي هو اللوحات اللي يحطونها نحن نسويها يمكن في خليجي عشرة في سنة التسعين لما كان بالكويت إحنا سوينا الاحتفالية كانت بالملعب واللوحات الرقص اللي تكون في الملعب وعلى هذا هذه نفسها طبعا هي أغلبها اختفت في التسعينات ولكن كوريا لا تزال تسوي هذا النوع من اللوحات ولكن بشكل محترف طبعا وصادف أنه إحنا طبعا أول يوم من الاحتفالية هي تكون فقط الرئيس الكوري وضيوفه من الدول مثلا مثل كوبا وغيرها من الدول اللي بتشابه النظام والكوريين طبعا الجيش وغيرها من الأشخاص اللي مخول لهم الدخول السياح يدخلون من ثاني يوم وعلى مدثة أسابيع تقدر تدخل أي يوم تاخد طبعا تذكرة وتدخل إحنا في نفس اليوم اللي هو أول يوم كنا رايحين البريد اللي يصير في الشارع الاحتفالية الجيوش اللي تصير في الشارع وإحنا في البريد هذا اسحبونا قالوا وصلنا أمر أن ترجعون رح نقدر نحضر اليوم بحضور الرئيس أوكي فطبعا انت شنو الحظ اللي يعني إحنا ما صدقنا قلنا ما راح نصدق لين فعلا نشو لأن مثل ما سحبتونا تردونا فرجعونا الفنادق عشان نلبس لبس رسمي لأن الملاعب ما تدخلها أنت بشورت وتيشيرت تدخلها لازم ببدلة لبس رسمي وتقعد وهذا طبعا يعتبر احتراما الحق الزعيم اللي موجود أو رئيسهم طبعا تم تفتيشنا تقريبا من ساعتين لثالس ساعات تقريبا كان التفتيش ننزلونا متشتدين يجب يتأكدون من أن الباص مخاطين فيه أي كاميرات أو أي شيء لبسنا كان فيه تشيك على اللبس طبعا فيه الآلات هذا المطار اللي تتأكد أن أنت محاط كاميرا بروش أو شيء ويتأكدون طبعا من كل شيء لبسك سليم ومحترم وهذا عشان تدخل أنت الملعب طبعا وصلنا لما بدت الاحتفالية دخل الرئيس طبعا شيء ما تصدق في حياتك أنت يمكن في يوم الليام تشوف كيم جونج أون في هذا طبعا أنا وقت نفسه على الفيديوهات اللي نشوف فيها وحتى أنا وقت لما وقفنا عشان نصفق أنا طالعت الساعة تقريبا وصلنا لثلاث دقايق وإحنا بس قاعدين نصفق وإحنا واكفين ثلاث دقايق طبعا أنت تتعب إحنا ممتعودين على هالطريقة هذه بس كان شعور يعني مختلف أنت ملعب كبير فل ما في ولا كرسي فاضي والاحتفالية التي تشوفها ولا غلطة ولا يعني وعندك زعيم وزعماء دول وناس ممثلين من دول يعني شيء بمستوى ما تجربة أنت شيء كل يوم